الحياة التانية المهمة ان احنا نشوفها كمان ايه اللي حاصل؟ هو في رعونا ولا احنا متريسين يعني يلا بسرعة بسرعة انا اسف يعني ما حدش الصدم فكرة ايه خيره برعجله ويبخت بنوفق رسين في الحلال يلا نتجوزهم بسرعة يعني عايزين نفرح بيكم او بعدين لا يعرفوا بعض ولا هم اتدربوا على الجواز ولا اي حاجة فايه اللي حاصل؟ يلا لا بلاش كده طب ايه اللي حاصل؟ اتريس وحلل من غير سؤذن تفهم شريك حياتك وتديروا فرصة انه يتخلص من مخاوفه وتتكلموا عن مخاوفه وتزلوها وتكلموا عن الصور النماطية وتزلوها وتشيلوا كمان تعميم الخبرات السابقة السودة وتتخلصوا منها عشان تدخلوا حياتكم على بيض على نظافة لكن احنا يلا 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 وبعد كده ايه اللي حاصل؟ نحس بعد كده اللي يطلع بيتشكك اللي عنده اسواس عنده نسبة كبيرة جدا 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 من وسواس التشكك فيخلي حياتها جحيم او هي ما بتقدرش تتعامل مع شخص من قرب فتخلي حياته جحيم ايه طب ليه ده كل؟ لا نتريس ونحلل ولذلك ايه اللي حاصل؟ خد وقتكم اه فترة الخطوبة ما تزيدش عن سنة بس كمان ما تكونش فترة الخطوبة شهر ده كتير ده قليل خالص ده يعمل مشكلة يعني ما تنفعش فترة الخطوبة تكون مثلا لازم تتعدد تلات شهر وتقرب من السنة كل ما قربت من السنة كل ما بقت ستوشه ورحى ناحية السنة كل ما كان افضل كل ما نزلت عن الستوشه ورحى ناحية الخمسة والاربعة والثلاثة ما هيلحقوا يجهزوا ازاي ويفهموا بعض ازاي همكلمكم من داخل الخبرة اللي احنا شفناها فعشان خطري تريسوا تريسوا ودربوا اولادكم وهيقوه الحاجة الثالثة كمان اللي احنا لازم نشوفها بلا عليكم بلاش مبالغة في العواطف والمشاعر فكرة المبالغة في العواطف والمشاعر دي فكرة محطمة عارف ليه؟ بيقبلغوا في المشاعر والعواطف في فترة الخطوبة انا اعرف ناس بيجوش تقولي يقولولي احنا مش لقين حاجة نعملها ان كل عواطفنا ومشاعرنا عملناها في الخطوبة وهو هي بنتي استحلفك بالله تصدقيه ان انت لما تبلغي في عواطفك ومشاعرك انت هتقرب منه وهو هيبني لما هي تقولك انت ما بتبلغش في عواطفك ومشاعرك انت هتمثله بلاش مبالغة المبالغة بتخلي الحاجات مش حقيقية الحاجة التانية لازم يبقى عندنا الحاجة الرابعة لازم يبقى عندنا تصور حقيقي لأحبابنا وشاركاء حياتهم انهم بناء ادمين مش ملايك انت انت يفيش زيك انت امر الزمان انت ملاك فيجي حاسبها لان هي ملاك وانت انت اكتر حد شهم في الجواز انا مش متصورة ان فيه راجل زيك وبعدين يطلع زي زبقية الرجالة وبعدين تطلع انت ست زي يوم كلهم ومين قالك ان هي مش ست ومين قالك ان هو مش راجل يبقى ايه ليه حسن بلاش رفع ساقف التوقعات او كده ده مش اتزان على فكرة وكلامي بالخصوص من غير محد يزعل كلامي بالخصوص الى بناتنا بلاش نرفع ساقف التوقعات هيطلع بناء ادم عادي يعني بناء ادم عادي يعني ايه ليه تصوراته عن الحياة وبين مسافات حتى لو بتحبيه حتى لو بيدوب فيك هو بناء ادم طبيعي بناء ادم طبيعي ولزيك ايه اللي حاصل لابد ان احنا نفهم ده ونتعامل معاه ولزيك ده الانسان المتزن ولزيك ليس للمرء ان يزل نفسه قال وكيف يزل مرء نفسه يا رسول الله قال ان يحمل نفسه ما لا يطيق وانا ارى ان رفع ساقف التوقعات فيها الانسان يحمل نفسه ما لا يطيق تقول لي طب بس انا عايز اتحب احب واتحب اه مال ده وترفع ساقف التوقعات حبي بناء ادم مش لازم تحبي رجل خارق مش لازم تحبي بناء ادم كل ما تحبي بناء ادم وتعرف ان هو بناء ادم انت هتكوني متزن كل ما تحبي امرأة وتعرف ان هي امرأة طبيعية كل ما هتعيش معها بعد كده وانت حاسس ان انت مرتاح لكن تخليها هي سقفك ان هي حور من حور الجنة وسقفك ان هو ملاك ففي الاخر خالص تقولي انت صدمت ما كنتش متصورة كده اه عشان انت كنت متصورة ملاك انا مجدش مصدق ان هي كده اه بس هي امرأة زي الستات وليس معنا كده ان احنا فينا حاجات وحشة لازم نتقبلها ابدا والله اللي احنا عليه ده احلى ما يكون اخر حاجة لازم نرعيها ونعرف ان احنا هنا متزينين لما نشوفها اني مش داخل الجواز عشان ألب احتياجاتي بس مش حقيقي احنا مش بنتجوز عشان اللي احتياجات فواحد متجوز عشان عنده اولاد واحد متجوزه عشان تحسي بالاستقرار واحد متجوزه عشان تحب وتتحب ولا واحد بنجوز عشان يعيش الرومانسية او صحيح الجواز فيه كل ده لكن الجواز اوسع من احتياجاتنا الجواز حياة واسعة مليانة بمساحات تانية نقدر نعيشها مع بعض ونعيشها مع شركاء حياتنا والمساحات دي بتقوص لطنا ببعض وبتخلينا تزيد سعادتنا ونبقى جاهزين لسعادة ممتدة فيها فضل الله وكرم الله يا سادة لو عملنا الخمس حاجات دي ورعينا الخمس حاجات دي احنا اكيد هنكون عندنا حاجات رائعة ولازم نحس بحاجة مهمة قوي اختم بيها كلامي عشان تعرف ان انت متزم ولا المسئولية سواء كانت للستة او الراجل المسئولية مش عب المسئولية دي فضل من الله ومدد لان ربنا اذا كلف اعان فالمسئولية باب عشان نشوف مدد ربنا مش عشان نخاف وساعتها هنقدر نشوف قوله وتعالى وهو معكم اينما كنتم الست حاجات دي لو احنا شفناها وحاولوا تشوفوها وتسمعوها وتكتبوها وكل واحد يقيس نفسه بيها قبل ما يدخل على الجواز هتلاقيه بتساعده قوي 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 عشان يعرف فين مفتاح السعادة وفين باب السعادة وساعتها لو لقاه السفات دي هو جاهز ان هو يكون من اصحاب السعادة